الصمت الدولي يعني الكلمة اللي كلنا بنتبعها يومياً الصمت الدولي بعد مرور أكثر من شهر على الحرب على غزة صمت من زي ما أنتم مشاهدينه أمام كل الجرائم اليومية للمحتل الإسرائيلي جرائم سلاح إبادة لا إنسانية وأشياء كثيرة جداً بنشاهدها يومياً على قطاع غزة الحرب التي لم تنتهي بعد يسألون عن هدنة إنسانية حتى اختيار كلمة هدنة إنسانية لأن إسرائيل لا تريد سماع كلمة وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل كلمة غير معترف بيها وهم يرون بأن وقف إطلاق النار سوف يعود تاني من جديد بالنسبة لهم الاعتداء عليهم من قبل المقاوة وقف إطلاق النار بالنسبة للعدو الإسرائيلي أو المحتل الإسرائيلي يجعله أكثر ضعفاً فهو يرى بأن طول ما الاجتياحات موجودة طول ما القصف الليل لنهار موجود هو في حالة أمن بالنسبة له لأنه طبعاً دخول المقاومة إلى العمق الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر وتهديد نظرية الأمن الإسرائيلي جعلت منه عدو هش وهو عدو هش ولا يعرف إلا أن يتحكم بالنار ليل نهار جرائم حرب زي ما حضرتكم بتتبعوها كل يوم وأسلحة مجرمة دولياً وأمامها صمت دولي يستخدمون يحاولون في بعض القمة مصر من أول الدول التي دعت إلى قمة ودعت إلى قمة السلام حتى تضع الأمور على طاولة المفاوضات أو أن تخبر العالم بأن ما يجري في قطاع غزة هو لهيب من النار سيؤدي إلى الإبادة وبالفعل كل ما ذكرته مصر تم بالفعل نحن اليوم نشاهد الأعداد من الضحايا وأيضاً يعني كل الأرقام الحقيقة أرقام مفزعة يعني لما تشوف الأرقام تزيد عن عشرة ألاف شهيد ويزيد عدد الأطفال هم الأكثر في الاستشهاد أكثر من أربعة تلاف ومية طفل وكل عشر دقايق طفل بيموت الأطفال في فلسطين لا يكبرون للأسف الطفل يتوفى وهو طفل وإذا كان شب فهو يستشهد أيضاً وهو شب في دائه تتذكرون الشيخ جراح من قام بها؟ قام بها الشباب اللي كانوا موجودين وكانوا يقولون بأن هؤلاء الشباب نسوا القضايا الفلسطينية ولكن هذه هي الحقيقة لذلك هم لا يهتموا أن يموت الأطفال يموت الشباب وينتهي الشعب الفلسطيني زي ما حضراتكم شايفين لو شفتوا الأرقام ما بين الاستشهاد رقم طبعاً كل من توفى على مدى الشهر دي الأرقام من أهلين في قطاع غزة والأرقام من المحتل الإسرائيلي تعرفون الإجابة على طول صمت دولي الحقيقة طول الوقت النهاردة كان في قمة باريس زي ما تبعتم وهذه القمة حاولت حتى أن تقدم هدنة إنسانية ولكن رفض المحتلة الإسرائيلي هذه الهدنة لأنه يريد الإفراج عن المحتجزين هذا الصمت الدولي يبدو أنه مكمل وسنتابع معكم اليوم ونتحدث أكثر على ما بعد الحرب على غزة ترجمة نانسي قنقر